وللمزيد ينضم إلينا من مقار جامعة الدولة العربية مراسل التلفزيوني المصري محمود جميل للحديث عن اجتماع مجلس جامعة الدولة العربية على مستوى وزراء الخارجية بشأن السودان محمود تفضل أهلا وصحبا بكم وبكل أستاذ المشاهدين نتابع مع حضراتكم تفاصيل الاجتماع الوزاري الأهم الذي تم بين وزراء الخارجية العرب لمناقشة الأوضاع في السودان داخل جامعة الدول العربية انتهى هذا الاجتماع والقرار الأهم الذي خرج من هذا الاجتماع هو تشكيل لجنة تضم مصر والسعودية والسيدة الأمينة العام لجامعة الدول العربية لبحث التطورات في السودان والتواصل مع الأشقاء للعمل على وقف إطلاق النار داخل السودان وأيضا الحفاظ على المؤسسات السودانية وعودة الاستقرار للسودان مرة أخرى أما داخل الاجتماع كان هناك كلمة هامة للسيد أحمد أبو الغيد الأمين العام لجامعة الدول العربية أشاد فيها بمبادرة المملكة العربية السعودية التي تمت منذ يومين فيما يتعلق بالتواصل مع ممثلي مجلس السيادة الانتقالي السوداني وأيضا ممثلي قوات الدعم السريع للعمل على وقف إطلاق النيران داخل الأراضي السودانية وأكد أنه يناشد ويكرر أن هذه فرصة لكل الدول العربية والمنظمات للعمل على وقف إطلاق النيران داخل السودان وتوحيد كلمة الشعب السوداني وأن الشأن السوداني هو شأن داخلي لا نتدخل فيه إلا لوقف إطلاق النيران وحق ندماء السودانيين وعودة الاستقرار إلى السودان مرة أخرى عقب هذا الاجتماع كان هناك مؤتمر صحفي بين السفير سامح شكري وزير الخارجية ورئيس الدورة الحالية والسيد أحمد أبو الغيت أكد فيه السفير سامح شكري على موقف مصر الثابت على ضرورة وقف إطلاق النيران داخل الأراضي السودانية وأيضا الحفاظ على أمن واستقرار ومؤسسات الدولة السودانية والعمل مع جميع الأطراف لوصول المساعدات والإغاثات إلى السودان الشقيق وأيضا وقف إطلاق النيران ثم تحدث أيضا السفير سامح شكري عن جهود مصر في استقبال عدد وفير من الأشقاء السودانيين عبر المعابر المختلفة وأيضا استقبال ما يقرب من أربعة آلاف من الرعاية الأجانب قادمة من السودان وأيضا أكد على المبادرة السعودية أيضا وأن تكون فرصة كما تحدث السيد أحمد أبو الغيد لحقن دماء السودانيين ثم أيضا تم التأكيد على أن مصر دائما تقدم أو تؤكد الحفاظ على السيادة السودانية وأن شأن السودان هو شأن داخلي لا نتدخل فيه إلا لحقن دماء السودانيين ثم أيضا كان هناك تصريحات إعلامية لممثل وزارة الخارجية السودانية وجه فيها الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وللحكومة المصرية على جهودها في استقبال السودانيين عبر المعابر المختلفة وثمن أيضا جهود الجامعة العربية اليوم فيما يتعلق بالقرار لتشكيل هذه اللجنة التي ستبدأ أعمالها للتشاور وأيضا العمل على وقف النزاع والقتال داخل السودان ثم أيضا أكد على أننا نسمح كالسودانيين والحكومة السودانية تسمح بدخول المفاوضات ودخول أيضا المبادرات التي تعمل على توحيد كلمة الشعب السوداني وتحقن دماء الشعب السوداني وأيضا تعمل على وقف إطلاق النيران ووقف النزاع الحاصل في السودان لكن لا نقبل كسودانيين بالتدخل في الشأن السوداني باعتباره شأن داخلي لكن ثمن أيضا على الجهود العربية التي تمت اليوم وستتم مستقبلا من خلال هذه اللجنة لوقف إطلاق النيران داخل السودان وتم التأكيد خلال المؤتمر الصحفي أيضا على أن أمن السودان فوق كل شيء وأن الجهود العربية مستمرة لوقف النزاع ووقف إطلاق النيران داخل السودان فبالتالي كان هناك اجتماع هام لوزراء الخارجية العرب اليوم فيما يتعلق بالسودان وبالتأكيد خلال الأيام القادمة سنرى وسنتابع خطوات هذه اللجنة التي تم تشكيلها وصدور قرار بتشكيلها اليوم لوقف القتال ووقف إطلاق النيران داخل السودان هذه هي التفاصيل الخاصة بالاجتماع وزراء الخارجية العرب فيما يتعلق بالأوضاع في السودان عودة إليكم في الستوديو مرة أخرى